موسيقى عليها انثور عليها انثور دمع عيني وهلها وشم ترابها الطيب وهلها سلام الله على الموصل سلام الله على الموصل وهلها سلام الله على الموصل وهلها أهلها كرام عين الاطلاب أهلها كرام عين الاطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين لبرنامجكم الأدبي والاجتماعي المباشر خيمة وقصيد يحياكم يبياكم يطبتم طابة ممشاكم في هذه الحلقة المباشرة لهذا اليوم السادس عشر من تموز لعام سبعة عشر و الفين من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام اليوم حلقة مميزة مثل ما وعدناكم في الأسبوع الماضي وحلقة جميلة حتما راح تكون مع سفير الأغنية الموصلية والأداء الموصلة الذي سوف تستمعون إليه وتشاهدونه قريبا لكن فقط أنبه على نقطة واحدة قبل لا ندخل في طيات البرنامج الموصل رجعت لهلها الحمد لله تعلمنا من أهلنا أهل الشعر والقصيد وأهل الحكم يقولون إذا سلمت رؤوس الرجال من الأذى فما المال إلا مثل قصة الأظافري نعم حريق كبير التهم المباني والتهم الناس لكن مع ذلك إن شاء الله تعالى كلها تعود كلها تعود لأنه كانت توقعات العدو والخصم أن الهجم تكون أكبر وأنه ما يخرج من الموصل أحد حي ما خرج من الموصل إن شاء الله تعالى يتكاثرون ويتناسلون وإن شاء الله تعالى إذا كان للباطل جوله فإن للحق جوله وإن شاء الله آخر النزوح يمر على أهل الموصل لأنهم بس يتخلصون من هذا الفكر الداعشي الفكر المسرطن أنه ما زال نقوا صفوفهم يعني طهروا مساجدكم من الفكر الشاذ وطهروا مقاهيكم من الفكر الشاذ وطهروا منتدياتكم ومجالسكم من الفكر الشاذ وطهروا سياستكم هذه من الفكر الشاذ ما زال تطهرون منها تماما بإذن الله النصر حليفكم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الدواعش لعنة الله عليهم ذهبوا إلى حيث لا رجع الموصل ما ذهب إن شاء الله شهيد عند الله وإن شاء الله عند الله عز وجل أحياء يرزقون وما بقي علينا أن نتكاتف وأن تعاد اللحمة بشقي الموصل الأيمن والأيسر وبساحله الخصب الرحب بإخوتنا المسيح وأهلنا الكرد والتركمان وطوائف الموصل تبقى الموصل أم الربيعين إن شاء الله تعالى وتبقى الموصل مدينة السلام الكبة الموصلية الكرزات الموصلية الدولمة الموصلية الشهرة الموصلية النغمة هذا الموصلية البغى والكوي وهذه المصطلحات اللي رح نأخذها من سفير الأغنية الموصلية لكن المخرج هيا لنا هذا الفويصل هيا لنا هذا الفويصل بعده راجعي لكم حتى ندخل بالبرنامج على طول وحياكم الله مع هذا الفاصل وحياكم الله أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين حياكم الله اليوم حلقة جميلة ومباشرة مع سفير الأغنية الموصلية الفنان الكبير محمد زكي في رحلة موصلية خالصة صافية كصفاء الموصل الحبيبة بمناسبة تحرير الموصل وتحية لكافة صنوف الجيش والقطاعات العسكرية التي شاركت في تحرير الموصل حياك الله حيا الله أستاذنا الكبير محمد زكي من الممشاك الملفاك شكرا لكم مصرورين اليوم بلقائك شكرا على هذه الدعوة الكريمة من جنابك الكريم وشكرا لقناتكم الجميلة قناة العائلة العراقية سعيد أنا اليوم بتواجدي مع أهلي وربعي وإن شاء الله اليوم نروح سوى كلنا للموصل وحب دائما بالبداية أنه أقدم تهنئة وتبركاتي لأهلي أحبتي الغوالي أهلي في الموصل مماشا بالتحرير الجميل لشهدائنا الرحمة والغفران ولمرضانا ولمصابين وجرحانا نقبل عيونهم واللي راح إن شاء الله العوض على الله سبحانه وتعالى كلنا نضررين بهذا الموضوع لكن فوزنا الأكبر في أنه إن شاء الله طيبين ويعمر الأخيار ما دمره الأشرار الله الله إن شاء الله يلا حيوه يلا حيوه يلا حيوه أول سلام وردنا من محمد بن تقي وردنا من محمد بن تقي ويقول اليوم إن شاء الله حلقكم في شهرين إن شاء الله تعالى حياك الله يا محمد بن تقي وحيا الله المحبين أجمل ترحيب يليق بصاحب الأنامل الذهبية التي حتما سوف يتحف هنا وصهيب السفير حياك الله يا صهيب أول مرة معانا في خيمة وقصيد وإن شاء الله ستكون لنا معك جولات وجولات الله محييك أستاذ محمد زكي من أين أبدأ اليوم والحديث شجونه الحديث ذو شجون وحلقة واحدة لا تكفي لكن أنت مخول في أنه أبدأ من الزي واش يسمون الموصل هذا يسمونه الطوق الطوق هذا الزي موصلي خاص احنا مشهورين به احنا وهالحلم وهذا أقماشه خاص أيضا وأخياطه خاصة يضمون كل واحد يقدر خيطه وهذا يسمونه الطوق وهذا لبس الآباء والأجداد ولبس البقات والأغوات الله حيوه الله حيوه نبدأ عن ألوان الغناء الموصلي والله أستاذ العزيز الموصل مدينة معطاء مدينة غنية بكل شيء ومن غنى الموصل هو أنواع وألوان الغناء الموصلي الموصل مدينة مثل شدة ورد بيها كل أطياف والديانات هو بيها ألوان عديدة من الغناء هناك غناء أهل الداخل وداخل المدينة ويقصد بيهم غناء الناس المسيحيين داخل المدينة وأهل سكان المدينة وغناء الخارج وأقصد بيهم مثل مناطق الأخواننا اللي زيدية وقراءهم وكذا وكذلك الخارج القرى والأرياف ودير تجبور وعمامنا وأهلنا والجزيرة وهي بيها أنواع وألوان وكذا وكذلك نذهب إلى عمق البادية حيث القصيد والسامري والدحة وألوان الغناء أيضا موجود هذا أيضا وعدنا ألوان الغناء بالموصل كثيرة ومتعددة ورح نسمعكم ألوان منها عدنا أنواع عدنا الأسويحلي عدنا العتابة عدنا النايل بألوانه اليوم رح نسمعكم نايل غريب بالموصل بطريقة موصلية عدنا الأغنية الموصلية تختلف باختلاف أغاني يسموها أغاني منطقة الشطاني وهي أغاني القرى والمدن اللي واقعة على نهر دجلة هذه تختلف أيضا من مكان إلى آخر ويختلف بها الإيقاع والقافي والسلام والسلام جميل وش راح تسمعناه؟ والله بما أنه يعني بديته بير ديلي سمرك قتلتيني أحب أحكي لك أنه يار ديلي هي كلمة سألتني عليها قبل ما ندخل بلتك راح أشرح لك إياها بالبرنامج يار ديلي هي كلمة مركبة ويار يعني حبيبة وديلي قلبي فيار ديلي هي حبيبة قلبي سمرك قتلتيني وهي من الأغاني الموصلية القديم أغاني المهاجرة هذه أغنية عمره أكثر من 200 سنة من كانت ديار بكر والموصل مدينة واحدة فأحنا نغنيها وهل ديار بكر يغنوها فأحسوي لك إياها وأغني لك يار ديلي مع كل الحب وأنا ممنون وهديها إليك وكل مشاهدي قناتكم الجميلة تعيش 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 ترجمة نانسي قنقر كان يار ديلي هيار ديلي سمرك قتلتيني وفي مغرب في السماء وحدي لتخليني كان يار ديلي هيار ديلي سمرك قتلتيني ماذ الحسن والجمال انتي فتنتيني سلطان جماله على أهل العشق حاكم واللي غشيع طلعته لومات منادم وأحلف يمين بالنبي بصيرنا الخادم واخدم حبيبي الحلو وسكينه عيني وكام يار ديلي يار ديلي سمرك قتلتيني خفي من راب السماء وحدي لتخليني الله 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 وأمانة على كتفي أتتني من أخوة عزاء ومنهم الفنان الكبير كارب الساهر تحياتي إلو أطلق علي هذا اللقب نظراً لما أملك من من إلمام بأنواع وألوان الغناء الموصلي في مدينة الموصل وكذلك من شعراء المدينة وأدباءها وفنانينه ومنهم الشاعر الكبير عبد الجبار الجبوي تحياتي إلو والأستاذ المرحوم عبد الجبوي رحمه الله الشاعر الكبير وآخرين أعيان المدينة يعني فنانيها وأدباءها ومنهم الفنان الكبير كارب الساهر أطلق علي لقب سفير الأغنية الموصلية نظراً لما تحمله الأغنية الموصلية من ألوان وأنواع شتى من الأغنية طبعاً نحن فقط ننبه وننوه الجمهورنا الكريم أنه اليوم عدنا بريد لصفحة خيمة وقصيد يهن الحماد يهن جميلة يهن اللي تابعونا في أسقاع المعمورة لكنه يعني فيه مشكلة اليوم مع بريد الصفحة بإمكانكم التواصل إذا كان إهداء أو سلام على صفحة الأس أم أس عندكم الأرقام الظاهرة على الأس أم أس بإمكانكم التواصل معنا حتى تصلنا إن شاء الله تعالى من الكانترول ونقرأها كما أنزلت الأغاني الموصلية لها طعم خاص نكهة خاصة لون خاص أستاذ محمد زكي ما هي قصة الأغاني الموصلية وما أشهر أغنياً شهرت بها الأغاني الموصلية والله الأغاني الموصلية حقيقة يعني هذا كتاب أقوم بإعداده وأقوم حقيقة وضعت اللمسات الأخيرة عليه وإن شاء الله يظهر للأعيان قريباً هو قصة الأغاني الموصلية جمعت بها أكثر من 60 أغنية موصلية وهذه الأغاني كل أغنية بها قصة معينة كل أغنية بها قصة معينة ومنها هذه الأغاني أغنية يرد لي وقصتها وأغنية تحبون الله ولا تقولون وحقيقة هناك أغنية مشهورة جداً من أغاني الموصل هي أغنية يا عيم وليتين يا عيم وليتين هل تعلم يا زميلي العزيز أنه هذه الأغنية الجميلة أغنية يا عيم وليتين هي أغنية عمرها أكثر من مئة عام أو مئتين سنة الحقيقة ويقال أنه تاريخ هذه الأغنية يمتد إلى الدولة العباسية فهذه الأغنية فلكلورية من الأدب والتراث الفلكلوري الموصلي اشتهرت عربياً ووصلت إلى بقاع الأرض كلها عن طريق الفنانة الكبيرة سيميرة توفيق عندما زارت مدينة الموصل عام 1969 في مهرجان الربيع الأول وسمعتها من مطرب موصلي مشهور رحمة الله عليه هو الفنان الكبير محمد عسين مرعي رحمة الله عليه فقالت هل تسمحوا لي أنه أنا أغني هذه الأغنية فقال له لأغنيها هذه الأغنية وانطتهم إياها لكن أغنتها وأخذتها واشتهرتها واشتهرت هذه الأغنية ووصلت مراحل كبيرة ومتقدمة بالشهرة والانتشار وقصت الأغاني موصلي حقيقة يعني مليتين بها فقصة هي شنه هو المليّة ما معنى المليّة المليّة هو الكحلة الذي في العين الله فهذا الرجل كان يحب واحدة من أهل الموصل قبل أهل الموصل يغسلون الملابس ويغسلون الصوف ويغسلون الشغلات التي يريدون يغسلوها ما كان يكون إسالة وما كان يكون بواري وحنفيات فكان يغسلون عشط على نهر دجلة عشط على نهر دجلة في منطقة جوبة البقارة وهذه المناطق تحياتنا لأهل الموصل لهذه المناطق فكانوا يغسلون ملابسهم على هذه المناطق فهذه حب ابنية وكان الحب عذري وما يقدر يتواصل معها فكانت الفتاة تغسل الملابس أو الصوف أو كذا وتشروا على ضفاف نهر دجلة فالمليّة هو الكحلة الذي في العين فكان الموديل قبل التكحلون من فوقه من جوا يا عيم ولايتين يا عيم وليا غاللو جسر الحديد انقطع من دوس رجلية وهذا أول ما حصلت جسر الحديد عام كان يعبر في الجسر ويغني يا عيم ولايتين يا عيم وليه جسر الحديد انقطع من دوس رجلية وكان يتغزل بيها بطريقة عذرية جميلة تقول لصعد الراس الجسر وانزل البابا الطوب وبابا الطوب منطقة مشهورة عندنا بالموصل لصعد الراس الجسر وانزل البابا الطوب وهللك يا دمع وشققك يا ثوب يمتى يجينا الخبر عقد الحلو مقذوب لم لعبو بحجر وناحر المية يا عيم وليتين وراح نسمعكم إياها إن شاء الله إذا جاهز ما يستغسوا ايو الله جاهز يا الله يا الله يخوز يا عين موليتين يا عين موليه بسر الحديد انقطع من دوس رجلية يا عين موليتين يا العين موليه جرب الحبا يبقوا طبعا ما لب رجلية تطور يا محمود محمدusions محمود أربع قصيب شيقر وأربع قصيب سود دول يا محمود محمد يا محمود أربع قصيب شيقر وأربع قصيب سود مديتي دعي للعين بداردد ضوب العنبود أصرم قالت مستيوى نهرتني لبنايا ويعين موليتين يعين مولايا جسر الحديد انقطع من دوس رجل تقول ما ريدو يتصيح ما ريدو لو ملت شوني حالب والشام ما ريدو ولا روح للميلاتي وأركع وأحبيدو أقول يا ميلاتي شايب وان ابنايا يعين مولايا جسر الحديد انقطع من دوس رجلية تقول صابوني وتصيح صابوني حطوا علي العيدة وبالعين صابوني لو قطعوني وصل والواح صابوني ما جوز عن عشريتش يا نور عيني يا عين مولايا جسر الحديد انقطع من دوس رجلية جسر الحديد انقطع من دوس رجلية يا سلام يا جمعة الخير إذن جسر الحديد مقطوع من زمان يعني لا تحولون على العمليات العسكرية وسيرجع ان شاء الله هذا جسر الحديد لا جسر معلق بإذن الله تعالى بس قولوا يا الله ان شاء الله تتوحد الكلمة ما زال اخلصنا من هذا الفكر دائما يقولون شيابنا للمجالس والعلم والفهم أن العدو الداخلي أخطر من العدو الخارجي لأنه من اللي جاب الأفغاني والشيشاني والمدر منه والمدر منه لو ما عدنا من هذول الخلايا النايمة والدل الزفرة اللي هم اللي افتروا على فلان وعلان اخلصنا منهم تنقت صحفنا الداخلية منهم بإذن الله تعالى لن يقهرنا أي عدو بإذن الله بس قولوا يا الله عشت يا ابو صهيب بارك الله بك تسلم فيتصالات يا المخرج تمام يا أستاذنا الكبير سفير الأغنية الموصلية ما دام اليوم عن التحرير يعني القطاعات العسكرية كلها البياش مرقى الأشايس الجيش تحياتنا بكل الأصناف ايو الله تحياتي كلهم شاركوا وكلهم يعني نزفت دماؤهم هناك أنحني لكل من ساهم بتحرير مدينتي من رجل ستاعش أنحليلوا باسمي ونيابة عن أهل أهل الموصل عن فنانيها وأدواء ومثقفيها عن كل شعب محافظة نينوى عن كل الناس اللي راحوا وضحوا بأنفسهم من جرحة واستشهدوا ومن كل القوات مثل ما قلت من الشرطة الاتحادية والشرطة والجيش وقوات مكافحة الإرهاب وبيش مرقى الأبطال وقوات الأسايش وكل الناس والحشود العشائرية والحشود تحياتي ألهم كلهم في كل مكان أقبل عيونهم وأنحني لهم شكر وتقدير لأنه هذا الموقف حقيقة يعني موقف كبير وموقف يعني يشكرون عليه وما نقدر نجازيهم تعيش حتى نأخذ اتصال وبعدها أسألك وأنت يعني موقعك من الإعراب ماذا يعني قدمت من أناشيد من هتافات لأنه الصوت بالمعركة يعني عادل ألف مدفع صوت واحد يعادل ألف قذيفة فأين أنت من هذه المدينة لكن يقولون معنا اتصال الله حي ولد السلطان الشيخ الكبير عواد الخلف النجرس أيضا الأديب والشاعر من الزوية الحوري أبو راعد الله محييك نسمع منك يا أبو راعد إيش عندك الخيمة وقصيد خوش اليوم ضيفنا سفير الأغنية الموصلية الكبير محمد زكي أبو راعد ابعد عنه التلفزيون ابعد عنه التلفزيون وخلي نسمعك تلفون لتلفون أسمعك واضح أبو راعد بالقناة سام الرائحة الضائية أجمع تلحيب تعيش وبكادرها وعلى رأسهم الشيخ أبو رفان تعيش ومهد الزور تسلم أبو راعد وعن الشعب العراقي كافة وقوات العمنية بكافة صنوفها قادة ومراتب تحرير مدينة الموصل الحدباء ومره بعين ومن خلال كناة سام الرائحة الضائية وناشد كل أراغ الشريف وعلى رأسهم السيد الرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي والسيد محاو صلاح الدين الدكتور أبو مازن والسيد النهب الدكتور خطاب الجبوري والسيد النهب أبو مشعان الجبوري والفريق الرقون عبدالوهاب السعدي وناشد السيد هذا العامري وكل قواتنا المسلحة البطلة بتحرير الساحل الأيسر من قضاء الشرقاب والحويجة وتحرير الزاب ونحية الزورية وقرية المسحد وقرية النمل من خلال قناة سام الرائحة الزورية أحب أن أذكركم بأن ناحية الزورية تاريخ القديم عندما تقدر الجيش التركي لاحتلالها كانت المقاومة الشديدة جدا بقيادة الشيخ بن يانو السلطان معركة المقبرة في ناحية الزورية حيث أن ناحية الزورية فيها رجال أبطال منذ التاريخ القديم ولحد هذه اللحظة نعم سمعنا أبقى فران أسمعكي والله وريد منك أنت شقولت شقولت عزوية يا أبو رائد أصعد طب أيد أقول هذا أبو قديم لا أبحث شي أي يوم جاك الجيش والدمام يرقع هذا الموجود الجيش التركي عزوية طي يسمون نساءها أو يسمون على يوم جاك الجيش والدمام يرقع منظرهم رئيس العسكر احتالي أهل الطمع رأى في شوايط بالعمار من ضرب شجعان ماضين ألف عالي وعيدهم لجل الفزع من بعيد وقال أهل الخيل عند الصوت عالي الله الله وعندما قال جدي نجلس العبدالله يطير الخنسلات حكم إحنا رمينا لك حشا برجلك المنو شمال العيون مسلوبة لحشا وإيضا قال يخاطب الشيخ بن يالي السلطان يقول له نالي نعم أبو راعد أريد منك القصيد إن هذا تمزل من البنية يا شيخ فرانا رعيد والفارسة لبيهم شفين نرميه بسمحات الحديد الله 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 هذه جدي نجي سراب الله قاو الله الله أهل يكرام النفس والجود شيم لهم شيم لهم صدوق المجالس والديوان شيم لهم الله الله قلتهم عندهم من الرحمن شي قل لهم هجلين وقت الهزن وبجدهم اجداد مع ربين العطل والساس وجدود نعم ما لهم على الفقر القديم وجداد السوف الملاكة هل يخشون وصملهم الله تحياتي لكل قناة سامرة الفضائية تعيش والله يرحم شهداء الموصل والله يرحم شهداء عراق والله إن شاء الله يرجعنا على ديارنا وان يا ناشد ناشد كل الخيرين إن شاء الله يرجعونا على ديارنا إن شاء الله ترجعون وشهداء زوية من الحيوم لي الله إن شاء الله تعيش أبو رائد إن شاء الله اليوم البشارة جتنا من أبو صدام الجوين القطعات إن شاء الله كتائب تتبعها كتائب إن شاء الله وزحف يتبع زحف بالتجهين باتجاه الساحل الأيسر وإن شاء الله مسألة ليلة وضحاها إن شاء الله ليلة وضحاها جزاك الله خير أشكرك أبو رائد هذا أبو رائد يعني وجه من وجوه هنزوية رغم تهجيره الناس قاعد عنده هو مهجر وقاعد لكن مع ذلك الناس قاعد عنده فتر الناس على باب داره فمنهم قيام حولها وقعوده ويعني رغم مرضه ومع ذلك يتابع خيمه وقصيده وناشد هذا المناشد يا رب تصل هذا المناشد إلى كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يا أبو يا سفير لا تهم اليوم أمت يعني دورك الآن جا دورك الحقيقة أفناني نينو قدموا في هذه المرحلة بالذات مجموعة كبيرة من الأغاني ومن الأعمال الفنية الجميلة وأنا كان لي أيضا الحمد لله القدح المعلّف في أنه أنا قدمت تقريبا بحجود عشرة عمال للقنوات الخضائية ومنها قناة الموصلية اليوم أيضا عدكم عمل إن شاء الله رح تعرضوا أنتو آه جميل إذا المخرج العمل جاهز إذا جاهز والله حتى يحضر زفينا البشرة أي جاي وسوينا أغاني حقيقة مجموعة أغاني للبدو وهذه أغاني مال جزيدة مال حيو العشائر تنتخي من نينوة الله الخيل ويفورسانة بيوم الوغى يا سلام طبعا كلمات وألحان وغنائي حلو وعشر أعمال وغنينا كذلك طقة شيلات البرنة وتضغب هلّئ تضغب هلّئ هذه عدريدها منك حاضر آن إن شاء الله بس خلينا أخذ هذه مالة إذا جاهز جاهزة جاهز زفينا البشرة يلا خلنا أخذ زفينا البشرة ومع بعدها حتى نعرج وندخل بالموضوع يلا يا المخرج أهلا ومرحبا بكم حياكم الله ترجع إن شاء الله يا سفيرنا أبو يعرب وش عندكم لإخباره؟ والله أريد أوجه تحية للشاعر الكبير الخال العزيز الغالي أقول له ترى أنت في القلب دائما الله الله وفي العين أبو يعرب أريد أجله تحية عن طريق برنامجكم وعرفت من جنابك أنه هو متابع لبرنامج نعم هذه الشخصية الموصلية الله الله العربية الجميلة هذا الشاعر المليء بالشجن وبالشعر وبالأخلاق وهو مدرسة يا سلام وهو مدرسة مدرسة في المجالس يا سلام اللي دحيي ودعو له دائما بطولة العمر إن شاء الله وفي ذلك التاريخ يتابع البرنامج فأبو يعرب بذاك اليوم كان يسؤلف عن العفو عند المقدرة وكيف أنه قصت المعتصم والمعتصم راح أخذ عمورية ورجع ويعني تكلم مع هذا اللي يسو انقلاب على المعتصم وأمسك به وجاب السياف وذكرنا أبياته أنا ذكرت موقفه بس من المعتصم قال التميم تكلم يا تميم فقد بلغني أنك بليغ فقال تميم وكان فصيح نعم قال يا مولاي الذنوب الصريحة تعي الألسنة الفصيحة والأفعدة الصحيحة تقول الرواية وقد ترجل الشعر ولم يكن قد قال الشعر في حياته فأبو يعرب قال على لسان ذاك الشاعر قال أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحقني من حيث ما أتلفته وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأي مريء مما قضى الله يفلت الأبيات فلثنا أكملها أبو يعرب فالمحافظ بأنينا وفي ذلك التاريخ قال لسفرائه وجلسائه وندمائه من هذا قال له محمد زكي هذا الكبير أبو يعرب رهيب على الجبور يا الله عديب العراق يقول أبو يعرب بره عشر تيام وكان محافظ نينا ويسوي عزيمة دعا لها العرب والعجب ودزعل أبو يعرب قال العزيمة على جاهك لكن تعرف أحداث الموصل لماذا نقول لك أنت خلص من العدد الداخلي العبوات والطرق مسددة والسيطرات فما قدر يروح وراء عشرة أيام جاء ظرف مغلق فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محافظ نينا وفلان بن فلان كنت قد خصصت لك مبلغ مليون دينار لو أنك أتيت لدعوتي أما وقد رفضت الدعوة فهذه خمسمية خمسمية والسلام والله أبو يعرب قال عد خلاته بجيب اليمين فكتبت بسم الله الرحمن الرحيم من أثيء من إبراهيم العلى الجبوري من إبراهيم العلى الجبوري أبو يعرب إلى محافظ نينا وفلان بن فلان أما بعد فإنه مبلغ خمسمية دينار بدون تسكع أحب إليه ومبلغ مليون بعد تسكع والسلام هذه من الطرائف واللطائف والمواقب طقت شرات البرناو والمخرج يقول أريد طقت شرات البرناو نحن أصوي لكم يا هطقت شرات البرناو نحن أصوي لكم يا هطقت شرات البرناو ومهي لها الشعب نينا والمحرر وأهلنا بالموصل وخواتنا الأبية والحشود العشائرية ولكل من قاتل داعش يا صلاة يا صلاة يا صلاة يا صلاة يا صلاة يا صلاة يا أبا ولي زور ولي زور تفقهم لا يحب داعش يا أبا هل يتفقهم لا يحب داعش ولي زور هل ينسان قم العالية طقت شي لا تلبرنا وتغوي بهاليال لك يلي تعادينا يا ويلك ويال طقت شي لا تلبرنا وتغوي بهاليال لك يلي تعادينا يا ويلك ويال حنال الضيب حنال الزيب حنال الزيب حنال الزيب حنال الزيب ويلك يلي تعادينا يا ويلك ويل فقد قدشي لا تلبرنا وتضوي بهالليل أصحب لك يلي تعادينا يا ويلك ويل أبت كل العاشاير وأولاد العمد وقفت كل العاشاير وأولاد العمد تبدي تراب جنينا واكلنا بالباب حلنا للسيف للسيف حلنا للضيف للضيف حلنا للسيف وحلنا للضيف وويلك يلي تعادينا يا ويلك ويل طقت شي لا تلبرنا وتضوي بهاليد ويلك يلي تعادينا يا ويلك ويل موصلت انخد في الزعب وجوها الخير زعينك يوم وجينب يوم التحريق موصلت انخد في الزعب وجوها الخير زعينك والله وجينب يوم التحريق حلنا للسيف للسيف حلنا للضيف وحلنا للسيف حلنا للضيف وويلك يلي تعادينا يا ويلك ويل طقت شي لا تلبرنا وتضوي بهاليد ويلك يلي تعادينا يا ويلك ويل طقت شي لا تلبرنا وتضوي بهاليد ويلك يلي تعادينا يا ويلك ويل وحنّا للسّيف ويلك اللّي اتعادينا يا ويلك ويلك - الله ، الله ، الله ، الله ، الله ، عشت ويلك اللّي تَعادّيني يا رحب - الله - يا ويلك اللّي اتعادينا يا ويلك tall من مصطفى جويني إلى عمر الصالح أجمل تحية وسلام إلى سفير الأغنية الموصلية الكبير محمد زكي وإلى كل المشاهدين والمحبين ويخص منهم عمر الصالح الزوية ومن أميرة الوادي أهلك الدور إلى سفير الأغنية الموصلية الكبير محمد زكي ومن أهلك المسحق الحماد أجمل تحية وسلام إلى سفير الأغنية الموصلية وأهلك الحدي جاسم الحدي هذول الساحل الأيسر الباحة كان عندهم عرص وهم يعني اللي جيبونه من الأولاد يلقحونه على السواتر هكذا وأغلب الذين استشهدوا من أهل صديرة ما يدفنوا في مقابر صديرة وإنما على يعني تراب الموصل وتراب البصرة وتراب صلاح الدين وتراب العراق الطاهر في كل بقعة من إقاعه تحيى الجاسم الحدي تحيى لكل المحبين اللي يتابعونا وتحيى لكل المحبين حتى لا يتفلت الوقت يا سفير عندنا العتابة وسويحلي والنايل تسولف لي عليهم باختصار كيف يعني يؤدن نعم نعم حقيقة الألوان الغناء الموصلي كثيرة قلت لك أغاني الداخل وغاني خارجك وغاني منطقة بحشيقك وغاني كذا لكن يعني أغاني الجزيرة والعروبيات مثل ما نسميهن العتابة والسويحلي والنايل العتابة هناك عتابة موصلي راح نخليها في نهاية الحلقة نخليك لها إن شاء الله نحن نصلنا على نهاية الحلقة ترى ما ظل عدنا شي أريد حشيلك عن نايل نايل الحقيقة هما أنواع عديدة من نايل وคلموني عشر دقاير المعروف عنه قضى الوقت سبحان لم يكن فيها من العيب سوى أنها مرت كلمحة البصري 나와 الحقيقة هناك أنواع عديدة من النايل المعروف عنه هو نايل الحويجة عندنا بالموصل نغني نايل الحويجة ونغني نايل صبا ونغني نايل خاص اللي هو من اللامي اليوم راح سمعكم النايلة الخاص هذا بس نحن نهل الموصل المغني وأهدي كل مستمعي ومشاهدي قناتكم الجميلة وبرنامجكم الضاوي هذا برنامجكم الجميل نعم منك تارك الله بكم نعم هذا عمل دنياي بي يا خوتي وراكم 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 تراني بظيم يا احبابي تراني بظيم يا احبابي وراكم عجاج الضعن سد عيني 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 عجاج الضعن سد عيني عجاج الضعن سد عيني وراكم أيا لو تجوني بحلم يا احبابي وراكم 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 يا احبابي احبابي وراكم وراكم يا احبابي وراكم احبابي وراكم 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 احبابي وراكم يا يما خفي اجاني وبعدني عن خلاني يا ناس خفي اجاني وبعدني عن خلاني نظرة عينه وتشواني غلية تصفج بيديه نظرة عينه وتشواني غلية تصفج بيديه يا يما تالي وتالي وينما روح قبالي ونذبني بنظرات العين أبو عيون الغزلان الله 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 عشت عشت يا سفير عز الله أنه صح لسانك ولك تحية وسلام وردتنا من أهل البصرة الله الله حياتي إله جميع أهل البصرة طيبين وتحية من السادة وتحية من مسؤول الإرشيف في قناة سامراء فهد الجرجري هذا موصلي إلى الآن واقف وهل جنوب القيارة من الحمام إلى القيارة وإن شار الإمام راح ترجع للقيارة شاء من شاء وأمام من عمى ومجلس اللزاقة وهاللزاقة إن شاء الله وعلى رأسهم الخفاش تحياتي إلهم جميع وكل المحبين بما فيهم أصيل اللي هي مسؤولة الاسم اس الآن تتالع ودازلك تحية وسلام لأنا بنت الموصل أيو الله أصيل أيو الله اختملنا عاد اختملنا بغنيوة بعد لك 4 دقائق اختملنا بغنيوة دخيل الله ولا تقولون معرف شي قلون راح أغنيلك تحبون الله ولا تقولون سعاد وكن ماتت وهذه سعاد هي رمز لمدينة الموصل وهي تتكلم عن مرض سعاد و بها قصة جميلة ليس على الوقت لذكرها لكن راح أغنيلكم إياها وأنا أقول أنه موصلنا ما ماتت لأنه الموصل مدينة حية و ولادة وإن شاء الله الموصل بأبنائها وإن شاء الله ترجع لها لها يتابعك مدير الإخبار في سامراء أنس عبد الرحمن أجمل من غناها محمد زكي تحياتي أستاذ أنس الغالي مقدم أخبار لنا وهو من أصحاب الموسيقية الجميلة اليوم فتح إذانين عينين وإذانين أجل حتى لا يتفلت الوقت ليا من زكي أجل حتى لا يتفلت الوقت لك أجل حتى لا يتفلت الوقت لك شيئاً شعاد ما ماتت عيني دلال أجل حتى لا تحبنا الله لا تقولون دخيل الله لا تقولون شعادك إن ماتت عيني دلال موصلنا ما ماتتو يويدلال أنعلمون القطار لابو حركاتو دلال ويدلال أخذ محبوب القلب خلاني بحصغاتو دلال ويدلال تحبون الله ولد قلوب سعاد وكلمات الدلال ويدلال موصلنا ما ماتت عيني هلا هلا موسيقى موسيقى يما انطيني تفنجتي يما انطيني تفنجتي بابا اعطيني رختي دلال ويدلال عيني اعطيني رختي ويدلال لطلع لصيد البنات لطلع لتل البنات اصيد انا وبختي عيني دلال اصيد انا وبختي عيني دلال حبونا الله ولد قلوب دخين الله ولد قلوب شعاد وكلمات عيني دلال شعاد وما ماتت موسيقى 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 حبونا الله ولد قلوب دخين الله ولد قلوب سعاد وكلمات اوه دلال موسيقى 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 يا سلام يا سلام يا سلام موصلنا ما ماتت دلال دلال إن شاء الله تعالى قبل ثلاثين سنة قالها عيادة العزيز أبو نوري أطار الله في عمره بأن البغى والكوي ما يرهم الله القوي هكذا إن شاء الله تعالى سترجع البغى وسيرجع الكوي إن شاء الله تعالى والدقشع وهذه المساعدة المصلاوية واللغة الموصلية انتهت دقائق هذه الحلقة التي لم يكن فيها من العيب سوى أنها مرت كلمح البصري تحية لكل جمهورنا العزيزة اللي تابعنا وإن شاء الله تعالى سنلتقي معكم بإذن الله تعالى بانتصارات تلوى الانتصارات إن شاء الله تعالى بالأنبار وفي الساحل الأيسر وفي كل مدن العراق الحبيب حتى يحتفل العراقيون احتفالا كبيرا أشكر سفير الأغنية الموصلية الكبير محمد زكي جزاك الله خير يا أخوة على كثرة مشاغلك لكن لبيت الدعوة وحيا الممنونين وأنتم يا أهل الموصل تحتفلون معنا من خلال هذه الشاشة المباركة العريقة والأصيلة سر من رأى سام الراء أشكر أيضا الكبير صهيب السفير الشكر موصول إلى المصور الإعلام الكبير فوزي الجويني أبو صدام ومثله صدام الجويني ومصطفى الجويني لهندسة الصوت والمهندس أحمد آل الطوف لهندسة البث مدير قسم العلاقات الداخلية سيف المثنى ومدير قسم العلاقات الخارجية موسى آل فراجي وتحية إلى عمر تقي أبو التوكوبشور وفهد الجرجري وإلى غيث آل الطوف وإلى أنس عبد الرحمن وإلى المدير التنفيذي أيضا وإلى كل المحبين هذه تحية المخرج الكبير لكم عبد الرحمن الراوي أبو طارق حتى ألتقيكم في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير اشتركوا في القناة